الحكومة تطالب المستثمرين الجزائريين بلعب دور أكبر في تنشيط التجارة مع الجارة ليبيا وهي من جهتها تعد رجال الأعمال من الجانب الجزائري والليبي بالسعي لإقامة منطقة تبادل تجاري حر على الحدود بين البلدين كما أدعو من هذا المنبر رجال أعمال جزائريين للرمي بثيقة لهم قصد ترويج المنتوج الجزائري في السوق الليبي والاستثمار مع الإخوان الليبيين عن طريق مشاريع مشتركة بصفة رابح رابح وزارة التجارة الحالية ضمن مشروعها وضمن استراتيجيتها مع الإخوة ليبيا تعتزم إنشاء مركز معارض بكل من واتسوف وبكل من إليزي ومنطقة حرة مع بلد ليبيا من أجل إعطاء ديناميكية كبيرة نظرا للأهمية الكبيرة التي توليها حكومتنا لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ما يهمنا أن ترجع الأمن والاستقرار إلى ليبيا ثم أن نطور العلاقات الجزائرية الليبية الاقتصادية أن تصبح علاقات استراتيجية قوية في هذه المنطقة وأقولها نيابة عن رجال أعمال نحن مستعدون على إيصال كل ما تريدونه في نقطة الحدود الجزائرية الليبية بينما رحب المتعاملون الاقتصاديون في ليبيا بهذه الخطوات فالسوق الليبي سوق كبير واستهلاكي بدرجة الأولى التجارة التي كانت ننتظر فيها الخطوة الجادة في التجارة طبعا اليوم ما أبادر بها الوزير التجارة نشكره ونحترمه جدا على كلامه الطيب اللي قاله في فتح التجارة وخطوط الانداد بين ليبيا والجزائر اللي تساعد في رفع من مستوى التجارة الجزائرية والليبية والمنافذ برية وسهلة ما تحتاج إلا دعم الحكومتين لفتح هذه المنافذ واستكمال ما كان قبل الأحداث الأخيرة هذه ومنذ سنوات تراجعت المبادرات التجارية بين الجزائر وليبيا إلى مستويات منخفضة جدا حسب غرفة التجارة وصناعة نظر للأزمة الأمنية التي ألمت بهذا البلد الشقيق وسيتعرف المتعاملون الليبيون على المصانع في الجزائر لدراسة طلب منتجات منها